تحذير لأن الفيديو اللي روح حطه حين ما يصلح حق أطفال لأنه جريمة في قتل هلو هلو ولا تنسوا تسترقون في القناة وسووا نشير و لايك اليوم راح أتكلم عن موضوع أميمة نيلسون و لوريال ماسك الطين خلنا نخذ نتكلم عن ماسك الطين قبل لنتكلم عن القصة ماسك الطين يودي الرؤوس السوداء و يشد المسامات و يعطي نظارة أميمة نيلسون أميمة نيلسون أمولدة سنة 1968 الجنسية مصرية مثل ما تعرفون في ذاك الزمان كان كل حلم بنت أنها تكون عرضة أزياء لأن في ذا الفترة فترة السبعينات والثمانينات والتسعينات يعني عريضات الأزياء كانوا مشهورين و حصلون فلوس و أجر المهم فهي كان حلمها نهية هوجر من مصر أنزعين تهوجر من مصر تروح إلى أمريكا فأول ما حصلت الفرصة حق الهجرة حق أمريكا طبعا هي عانت وعيد إلى ما توصل حق أمريكا تعرفون الهجرة شوي صعبة أنزعين فأول ما وصلت أمريكا حطينا مثل ما تشوفون خلي من خمس إلى عشر دقائق أنزعين أوصلت أمريكا فأول ما كانت بداياتها بداياتها أنها كانت مربية لأطفال سقار كانت بيبي سيتر أنزعين اشتغلت بيبي سيتر لفترة طويلة إلى ما قدرت أن تحصل شخص يخليها تكون عرضة أزياء طبعا هي كانت مشهورة بقواءها حق الرجال كبار السن كانت ما تطلع لأما كبار السن سنة الهجرة هي طبعا سوفرت من دون علم أهلها مثل ما قلت لكم اشتغلت كمربيات أطفال إلى ما حصلت أحد يوصلها حالم أرض الأزياء أول ما حصت هاي الفرصة حققت شبه يعني نجاح بدرت تشتري سيارة تشتري بيت في سنة 1991 التقيت بزوجها وليام نيلسون أهو كان عمره ست وخمسين سنة وطيار متقاعد وفي شقة في كاريفورنيا سنة 1991 وما يمهني مثل ما يقولون على حسب كلامها أنه تمللت من وضعها أنه كون ريلها يضربها ويقتصبها أنزيم فاضطرت في عيد الشكر اللي هو يكون في أكتوبر أنه تقوم وتأخذ مكواية وتضرب ريلها إلى ما توفو طعنتها وأقب هاي حين قسرنا الويل مثل ما تشوفون يرطب البشرة وويد حلو ويقشرها فانصحكم في لوريال المهم نكمل قصتنا أقب ما طقته بالمكواية قامت بطيسة تقصص الجثة أنزيم أول ما قصصت الجثة سوت أول ما ابتدت قصة عضوات ذكري اللي هو قريبة وأقب ما قصصت قصصت ايودي وقطعت الجثة وخذت جذر حطت فيه ماء وحطت اليد في الماء يلسى تتفوح اليد عشان البصامات ما يبينون والراس شوته ولكن ما سوته هي خذت ضوء زوجها وشواتهم وحطتهم في صحان ويلسى تتفوح قبل أن تأكلهم حيث كعب لونة أحمر مع قبعة حامرة ومبرزت لها الباربيكيو سوس وتأخذ الضوء وتخطهم في الباربيكيو سوس وتأكلهم يعني كانت ضوء زوجها لكن زوجها كان ضخم وعايد فتساوت خذت بعض المصارين وحطتهم في الديك الرومي لأنه في عيد الشكر تعرفون لازم أن يكون يحطون ديك الرومي وقطته في الخمام لكن بما أن رأيي الهواي الضخم قامت شالة الأحشاء الثاني وحطتهم في أجياس الخمام انزى وراحت حق لأنها في ورطة يعني ما تعرفش تساوي راح تحق صديقة لها وعرضت عليها مبلغ خمس وسبعين ألف دولار بأنها تساعدها تخلصها من الجثة لكن صديقة رفضت ومت بتورط روحها وقامت بلقت الشرطة بالموضوع موضوع أن أميمة ذبح زوجها وحطتها في أجياس الخمام وحطتها في شانطة وحطتها في صندوق السيارة وفي ذي السنة اهتنزت أمريكا بسبب هذه الحدثة أن زوجها توقل الضوء رايلها وسهل العلام كلهم تم يحطون عن هاي الشيء لكن صارت المحكمة صارت المحكمة لكن هي قامت بالدعاء أن زوجها كان يقتصبها أنزين كان يقتصبها زوجها بالرغم أن فترة الزواج كانت شهر بس وش قالت في المحكمة؟ قالت في المحكمة أن كان مثل ما قلت لكم زوجها كان يقتصبها ويضربها وهي في فترة طفولتها عانت من مشاكل أسارية ومن ذلك ألجأت إلى العنف في قتل زوجها لكن هذه ما يبرر اللي سوتها يعني بمكانها تشرت تهرب أي شيء تسويه بس مو يوصل إلى القتل لكن أثناء المحكمة أرضوا أميمة على دكتور نفسي علشان يحلل يشوف سلامة عقلها هل أهي في عندها مشكلة نفسية أو لا لكن مثل ما قلت لكم خبرت الدكتور بأن أهي سوت طريقة الجريمة اللي هي قصصة توذي وأكلت وطلوعها قبل توكل حطت حمرة شفاء وقبعة حمرة وجوتي أحمد انتقاما منه على اللي كان يسويه فيها لكن في وقت المحكمة القاضي سأله بهذه السؤال لكنها سكتت ما ردت ولا جاوبت بأي شيء وفي نهاية المحكمة قالت أميمة أنا آسفة بأني أنا سويت بابل بالعومي أنا سويت أنا جذي لكني أنا مستنزة لأني أنا عايشة لأني كان زوجي رح يقتلني وأنا آسفة لأني أنا قصصت الجثة هاي كان ردها في نهاية المحكمة لكن للدعاء الأهم قال أنه يعني ممخذين منها من زين لأنها عندها تاريخ حافل بقواء ريائي اللي كبار السن وتأخذ منهم فلوس وتأخذ منهم مخدرات وجريمة القتل اللي حكموا عليه هي من الدرجة ثانية وطلع عليها قرار السجن مدى الحياة وفي 2006 و 2011 حاولت النهية يبوني يطلعونها من السجن لكن المحكمة أرفضت للدعاء مالها لأنه لا يقدرون يضمنون النهية يعني ما تشكل خطر وتقدر مرة ثانية تطلب النهية تطلع من السجن بس في سنة 2026 فما ينعرفون هاي السنة إذا الله حيوني هل تطلع أو ينرفض الطلب بس هذي كانت قصتنا عن أميمة ننسون أو ماسك لوريال مثل ما قلت لكم يعطي نظارة ويسك المساومات ويودي الرؤوس السوداء ويقشر البشرة أنصحكم فيه وحط لكم صورته فوايد ممتاز فخلصت القصة أن أميمة حصلت الفرصة التي كانت تبهها أنها تهاجر وأنها تذهب إلى أمريكا وتعبت إلى ما صارت عالضة أزياء لكن بلاحظة واحدة خربت كل اللي كانت تتمنى وشنو القلب اللي جلست تأكل ضوء زوجها لا باربيكي و سوس باربيكي و سوس ما روش أن الناس تحب دوك لأنا ما أعيش في باربيكي و سوس إلوع تبلي ف الله عين مع الضوء إنسان بس لا تنسوا تشتركون في القناة و سوون شير و لايك و إذا حبينا تكلم بها المواضيع و أحط الأشياء التي توصلني من ماسكوب و العناية بالبشرة سووا لي لايك و عالقه تشوفكم سلام اشتركوا في القناة